اشتركوا في القناة في حضور معالي الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة نائبي رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رئيس الاتحاد البحريني للسيارات وأعضاء المجلس العالمي لرياضة السيارات ورؤساء اللجان التابعة للاتحاد الدولي وفي بداية الاجتماع أعرب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات عن شكره لما يلقاه الاتحاد من دعم ومساندة لرياضة السيارات من سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء وتناول الاجتماع رزنامة البطولات العالمية لرياضة السيارات وسباقات الفورميلوان كما تم استعراض الاقتراحات المقدمة من قبل السادن وبالرئيس ومناقشة عدد من القوانين والمستجدات في عالم رياضة السيارات